قناة نادي الأهلي يعني في أي وقت اتنوروني وتشرفوني يعني بتشرف ان انا كن معاكم علاقتي بأحمد سامي بدأت وعنده 15 سنة على فكرة لان انا كنت ماسك فريق 15 سنة في نادي الزمالك اللي هو فيه محمد صبري ومعتمد جمال ومتحة عبدالهادي وكان قسامة نبي وحازم امام وإحمد عبدالله والجيل ده كان قدامه في النادي الأهلي جيل أحمد سامي وشام حنفي وهن العقبي فكان فيه بنلعب مع بعض يعني في دوري القاهرة وكان الولاد دول على علاقة جيدة جدا مع بعض في المنتخبات منتخب الشباب ومنتخب الأولومبي فنعرف سامي هو عنده 15 سنة لكن علاقتي بقى توططت بي جدا جدا بعد كده يعني العلاقة مستمرة مع الجيل ده كله في النادي الآهلي ونادي الزمالك لما روحت أمسك نادي طلاق الجيش وكان سامي موجود قبل ما جي فجئت بأنه ساب النادي ومشي لما عرف أن أنا جاي يعني فطبعا سألت عليه قلت له ما فينا أحمد سامي قالوا لي ده ميشي ساب النادي ومشي لعشان جهاز جديد وبتاعه كده فأنا زعلت جدا يعني اتصلت بيه فورا قلت له إزاي يا ابن تعمل كده وأنا جاي عشان أمشي كذلك ده أنت واحد من ولادي ومن اللي أنا بعتز بهم جدا ولأنه شخصية محترمة جدا ولد راجل راجل بمعنى الكلمة يعتمد عليه وصادق ومحترم وعلى فكرة مدرب هايل كمان يعني مدرب يعني أكثر من رائع يعني يعني هو اللي جاي في السنوات القادمة أحمد سامي يعني في الجيل بتاعه بالذات يعني فطبعا قلت له ضروري تيجي حالا أنا مش هنزل الملعب غير لما تكون موجود يعني يا كابتن عشان تغير تبقى برا قلت له أنا براحت أنك تبقى معايا يعني فتعال بسرعة يعني فوقفت التمرين ومرضتش أنزل الملعب لغاية ما ييجي سامي وينزل معايا الملعب قضينا مع بعض سنة أكثر من رائعة كان ترتيب النادي الأخير نادي الطلايع وبعدين الحمد لله وصلنا للمركز الخامس وبعدين مشيت أنا بعد السنة دي علاقة بسامي مستمرة باستمرار يعني ما انقطعتش بمجرد أن أنا مشيت من الجيش لا إحنا على اتصال مستمر وولد أنا بعتز به جدا جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي مدرب شاطر مدرب واعي عنده شخصية بتمنى له مستقبل بإذن الله جيد جدا وأنا متوقع له كده لأن يمكن سامي أفضل أفضل مدربي جيله يعني هو فيه كذا واحد من المدربين في جيلة أحمد سامي شغالين دلوقتي لكن سامي الأفضل في هذا الجيل بصراحة يعني ساعدت بالعمل معاه وأنا سعيد أنه هو على اتصال متواصل يعني يمكن كنا لسه بنفطر مع بعض أول مبارح لسه قنا بنفطر مع بعض أول مبارح أنا وهو كابتن علاء عبدالصادق وعادل محجوب الإداري بتاعه يعني فعلاقة مستمرة علاقة علاقة محترمة جدا وأنا بتمنى له كل التوفيق بإذن الله في مستقبله اللي جاي بإذن الله بقوله خليك على مبدأك حافظ على أسلوبك ما فيش تنازلات ما تتنازلش عن حاجة من حقك كمدرب عشان تستمر وحتستمر فترة طويلة بإذن الله سامي وحتاخد مكانتك بشكل قوي جدا في السنوات القادمة بإذن الله كابتن بحلمي بيقولك أنت القادم هتقول ليه كابتن حلمي كابتن حلمي ده صاحب فضل علي يعني كابتن حلمي عادت اشتغلت معاه هتلم مني ولا ايه بوحمد لا لا صح صح كده لا 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 كابتن حلمي بصراحة صارب فضل علي وشتغلت معاه والفترة اللي انا اشتغلت معاه فيها اتأثرت به جدا سواء من نواحي التنظيم من نواحي الافكار الجديدة وفي نفس الوقت على تواصل معه على طول أنا كنت لسه كنت مفتر كنت مفتر معه كنت مفتر وإيه بقى أقول لا كنت مفتر عادي يا الله فتر عادي طيب أقول لي أي طيب فول وبيض وبتاعه الكلام طعمية طيب ينفق